السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كرام. اهلا وسهلا من جديد معكم يا ابن محمد من القناة. في بداية متساعدة تعمل لايك للفيديو. ومشاكل الفيديو في كل جربات صفحات. وتشترك في القناة مع دفاعي زر الجرس. بنرة جماعة طبعا نزل نزل اه عفوا يعني بخصوص الارشيف اللي هو استعدادا لي. فهناعرف شوية اسكلات يعني اسكلات اللي نزلت عموما الاختصارات. هنعرف منها شوية تفاصيل مهمة. طبعا عايزك تنضم الجروب بالتريجرام هتلاقي رابط بتاعه في الوصف يا جماعة. وعايز تسأل تبيع تشتري فيه كمان وحاجة جميلة جدا جدا. وكمان هتلاقي كل الرابط بتاعته في الوصف. طيب جميل جدا. عشان ما تقولش عليكم يلا نخش اول حاجة خش على ده زي ما شايفين في اول ارشيف اسمه يعني عندك اول واحد هنا بيعمل اللي هو آآ بيبقى بتاعه واسع شوية. يعني دايرة كبيرة جدا. عندك هنا البنشات يا جماعة. يعني بص زي ما بقول لك هنا ايه. آآ اللي هي الضربة بتاعت دراجون بنش. وكل ما بتضرب بيعمل لك. يعني برجع لك الدم بتاعك. وانت بتضرب الاعداء. مش عارب باع الاعداء لو قصده. العموما الناس يعني بتضرب ضدها ولا لوحوش كلها. تمام هنا عندك كمان برضو بيعمل آآ بالمسافة بعيدة جدا 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 ضد الانمي. ودي طبعا برضو نفس الحوار بتعمل لك للي الدم بتاعك اللي هو بيعمل لك آآ بيرجع لك الدم بتاعك وانت بتضرب. على الفكرة ناس كدرة جدا 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 تبقى متضايقة من موضوع دايا. يعني نوع بس عشان ما بيرجع لك تشيبيه مسلا كل تسعة وتسانين في المية تركها والكلام دا كله. على الفكرة ممكن الفكرة بتاعة الارشيف دا تبقى مختلفة. لان الارشيف بتاعه دا هي دربات سريعة جدا يا جماعة انتو ليش متخيلين ان دربة الميلي بتاعته سريعة جدا واقسم بالله وكبيرة. خمس ست دربات في بعض. متخيل امتى? خمس ست دربات في بعض. فانا متفاعل. انا متفاعل. وغير كمان ان هو مع السوبرمان. عضاء تمانا برضو زفدر مع السوبرمان فالموضوع كده يا باجبين جدا. طيب نخش بعد كده على عشان تجيب برضو السوبرمان عشان الناس كده لي ساعلتني. شخصيتك تبقى ووريور ووتر دراجون ووريور. التاني يا جماعة مش عارف اسمه هي عموما. هنا بيقول لك بتدرب حاجة اسمها من مسافة بعيدة. دي يا جماعة بتزود لك الدوج. بيزود لك الدوج. بترفعه لو كنت بتضرب. هنا ده بيعمل لك دامج. نفس الحوار برضو. ده بيضرب لك زي الصاروخ ايه عمروكي تابس. بيزود لك سرعة الضربات وسرعة الحركة. تخيل سرعة الضربات وسرعة الحركة. تمام? فخلي بالك يعني انا ده ببساطة يعني احنا شارعنا شوية اسكلاد ببساطة. يعني اول حاج اول واحد ده احنا عارفنا ان هو بيبقى فيه ضربات سريعة بيبقى فيه الرجوع للدم وهكزا. وجميل جدا. هي هنا على فكرة الاسكلاد بتاعة خلي بالك هي نفس الاسكلاد العديمة بس متغير شكلها بس وبيت اقوى شوية. والضف لها بمميزات. يعني عندك هنا مسلا ده بيزود لك الدوج. الارشيف التاني. على فكرة نفسه والله العظيم التاني كلهم نفس الارشيفات واحد. نفس الاسطنباط على فكرة. اي عشيف بينزل لازم اي يزود لك دوتش. يعمل لك دم وهكزا. بس الفكرة للارشيف ده هي مختلفة لانه اغلبه مش اغلبه ده هو اصلا مية في المية ملي. ده ربط اللي هو يعني احتكاك زي ما بيقوله في عربي. ان هو اتقرب من الشخصية. تمام? اتمنى والله بجد يا جماعة اتمنى ان هو يقدع على اي اسطورة من الاستطير بتاعت الرشيفات. اولا سرة الوحيدة لما وجود اصل حد الوقت هي النينجا. انا بصراحة نفسي اضع النينجا والله. انا بتفاعل خير ان شاء الله مع السوبرمان وهكزا. والضربة الميلي بتاعته الكبيرة دية. اتمنى ان يبقى فيه فرق. لان حرفيا انا اتعقدت وضل عزيم من النينجا حرفيا بجد يعني النينجا حد دلوقتي متربع على ارشفات دولة اكتر من اربع سنين ولا خمس سنين. فكتير قوي. كتير كتير اوفر 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 اوفر. وان شاء الله يا بخير. وما مش هتقولش عليكم. كان معكم يا عبد محمد من قناة طويلة كونجر. زي ما تلعب اعمل لايك واشتراك في القناة. سلام. اشتركوا في القناة